من جنبه أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تحريره رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة وقال الجيش أن الرجلين اختطفوا من كيبوتس نيريتس حق في السابع من أكتوبر وتم إخراجهما من بناية في مدينة رفح باستخدام عبوة ناسفة لاختراق الباب الذي كان محتجزين خلفهم وتعرضوا لإطلاق نار من قوات حماس مما أدى إلى إصابة جندي بجروح طافيفة هذا أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل جنديين وإصابة ضابطين وجندي بجراح خطيرة في المعارك مع الفصار الفلسطينية في جنوب قطاع غزة هذا وكانت كتاب القسام الجنح العسكري لحركة حماس أعلنت أمس مقتل اثنين من الأسرة الإسرائيليين وإصابة ثمانية نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الماضية